الموضوع الأساسي هو الانعكاسات منتع الحرب اللي صاير على غزة وانعكاساتها على الاقتصاد في العالم على سوق النفط على تداعيات متاحها ربما في القريب في المداء المتوسط وربما أيضا المداء البعيد وتعبنا نرجع شوي للاقتصاد التونسي لأنه جزء من الاقتصاد العالمي وكيفاش نجم يتأثر هكا والله هذا هو الموضوع الأساسي أو ككل مرة نحاول وناخده الزاوية مختلفة ومقاربات مختلفة مع العالم أنه في إطار أنه نحن نتبع في الحرب الديرة ميدانيا على غزة والأرواح اللي قاعدة ترتقي أكثر من 10 ألف شهيد أكثر من 30 ألف جريح أرقام الحقيقة كبيرة وليك تزيد حتى العدو والسهيوني قاعد يسجل في خسائر فادحة كبيرة برشا في قطاع الزراعة الزراعة اللي كانت معتها منطقة غليف غزة تمثل سلسلة ثمينة من الغذاء تحولت لتجمعات للجيش رحل المزارعون فيها تقريبا 7 ألف فلاح بنسبة كبيرة السياحة أيضا تضررت بنسبة 76% توقفت 80% من شركات الطيران البلدات القديمة شبه خالية الفنادق تعبت بالصحفيين والنازحين بدل السياح بأسعار متدنية الشيكل فقد قيمته بنسبة 3% العملة الإسرائيلية البورصة تحت بنسبة 11% خسائر 40 مليار دولار تجنيد الشعب بدل الانتاج ولا كله في الجيش المدير الساكرت نصف مليون معتها هربوا من الديار المنبنية معتها المستوطنات خسائر 140 مليون دولار أربع علاف جندي وضباط احتياط رفضوا التطوع على اعتبار إن مش بلادهم كيف كيف تسجيل حالات حتى انتحار معتها في الجيش الإسرائيلي هذه مجموعة من الخسائر وأكثر منها كخسائر حتى عدد الدبابات اللي قاعدين تتبعوا فيها اللي قاعدين يتقتلوا يتفجروا بطرق بدائية وبرشب طالة 48 ألف فقدوا وظائفهم وخسائر في البورصة وغيدو هذا بالنسبة للكيان المحتل هي تعطينا على مستوى عالمي هذا هو اللي من اللي اندلعت معناها الصراع بين العسكر بين إسرائيل وبين حماس لأهم المؤسسات الاقتصادية العالمية بدأت تعمل في تقييم على انعكاس الأزمة هذه العسكرية على الاقتصاد العالمي وبالخصوص على أسعار النفط هذا اللي يتبع فيه الناس بشفة عامة على التضخم العالمي وعلى النمو العالمي دونك اللي هو زاد يهم الكورسانسي كونوميك تهم العباد وكذلك كانت بمؤشرات القيسبية تنشوفوه مؤشر التخوف اللي أثر معناها في المستثمرين في الأسواق المالية العالمية عنا احنا دي ما في الاقتصاد نتبعوها برشا أكثر معناها مصدر بتاع معلومة اقتصادية ثابتة وصحيحة ومعناها نهتم بها برشا بلومبيرج معناها إيكوناميك كاللي قابت بالتقييم الدراسة على الاقتصاد عندك ثلاثة فرضيات إذا كان تبدأ الحرب محصورة بين حماس وإسرائيل وإذا كان الحرب تولي بالوكالة معناها توسع صراع إلى دول مجاورة مثل لبنان وسوريا تدخل في الحرب وعندك الفرضية الثالثة إذا كانت تبدأ حرب مباشرة بين تسعيد مباشر بين إسرائيل وإيران في الثلاثة حالات هذوما شنو ينجم يسير على الاقتصاد العالمي ناخذ الفرضية الأولى اللي تكون حرب محصورة كما طويق الوضع على حالي أسعار النفط مايش كانت مش تطافعها برشا وشوفناها ارتفعت لربعة دولارات بركة ما فاتتشي مالا ستة في المياه مالا نسبة ارتفاع معناها كبيرة وصبحت اليوم في تسعة وسبعين دولار معنا فهمت ما هيشي من العكاسة على أسعار النفط لا يكونش كبير أربعة دولارات وعلى التضخم معنا بشيفة عامة 0.1% معناها نسبة مئة مئة والانخفاظ إذا كان تواصلت الحرب ما بين تومبركة الزوز إذا كان ما توسعت شرقات الحرب إذا كان ما توسعتش ما تماشها أمباكت كبير برشا كالدولار والانفلاسيون ما تفوتش زيرو 1% معناها والنمو ينخفض بصفر فصل واحد في المئة إذا قال حطولي الحرب بالوكالة معناها تدخل فيها سوريا وتدخل فيها لبنان ونعرفوا عشي يكون حزب الله لغير ذلك هنا يولي الأسعار النفط ارتفاع بثمانية دولارات وذي كواصلت تسعين وستة وتسعين دولار معناها وقت بدأ وقت ننتظره في حسد نصر الله بشي تكلموا كل شي الأسعار وقتها ارتفعت معناها فهمت وشفت معناها الحركية كبيرة في سوق النفط ترتفع وإذا كانت دخلت من حزب الله ثمانية دولارات يتوصل للستة وتسعين تقل بالمئة دولار لأسعار النفط ويعتيك أسعار البرميل وعندك التضخم يجيد بصفر فصل ثلاث نقطة وعندك النمو الاقتصادي ينقص بصفر فصل ثلاثة في الوحد اللي يتخاف منه الناس هو السراع المباشر تدخل معناها إيران في الحرب مع إسرائيل مباشرة وهذا معناها البرشة معناها الناس يتكاهنوا اللي كانوا كانت ثم عملية اللي يحبوا هما يدخلوا إيران في الحرب بوقتهم باش يهاجموا إيران لأنه اللي كانت مثل قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة معناها نفطية في المنطقة اللي كان ديما يحبوا فرصة لهم باش تدخل إيران معناها باش يكملوها كما كيف نقول عملوا مع العرب استدراج إيران إلا أن إيران اليوم معناها في معناها سياستها مع أمريكا زوتاج أمريكا رفعت عليها الحصار عندها عملت علاقات طيبة مع إصراء مع الصين علاقات طيبة مع أوروبا إيران قادت تقيم في العملية دي ما يساعدهاش في الوقت هذية بالذات مش تدخل في حرب مع الوحد في سورة يماء ولكن كنتسمع التصريحات أن تعوزير خارجية إيران تشك خطرتها دي ديت مباشرة الإسرائيل تشك هل أنه تتوسع رقعة الحرب هل أنه ليه مش في صلاحها تدخل إيران لا مش في صلاحها عندها طيبة شهروا شوية بالسبعة لك لتوقع لنا شهر و جمعتين لم يكن شيء صلاح ما تدخلش بعد واحد عملية تقييم متاعها حاليا ما يساعدهش بش تخسر اللي ربحته في علاقاتها مع أمريكا ولا علاقاتها مع الصين ولا مع علاقاتها مع الدول الأوروبية بتنسيش اللي عندها معنا النواوي هي طيبة ماشية في التوجه في العسكري نواوي تزيد. معنى النجم لوصلوا لمية وخمسين دولار سعر البرميد. تدخل السوق معنى كم وصلنا. ويرد هيدا. اه. اه. اذا كان وقت الحرب. اه. لانا بتنساش ايران دولة منجة. اه. اه. ماشي حماس ايران. اه. وماشي اسرائيل. اه. اسرائيل معنى عندها ثلاثة معنى حقولة كبيرة بتاع غاز. اه. اكل يا عندها معنى في الناحية النفط. ايران معنى دولة منجة معنى المخزون النفطي متاحها كبير ودولة منجة. اه. هي كانت تنحية خمسة معنى خمس مزود. اه. هم. هم. انت. التضخم يزيد في واحد فاصل اثنين. ونمو الأقتصادي ينقص في واحد في المئة. لكن ما لا يوجد وقت ينقص النمو الاقتصادي بواحد في المئة معنى احنا كنا في اثنين فاصل اربعة تكاهنات يولي في الفين وعشرين. القتصاد العالمي نسبة النمو تكون واحد في اسبع في المئة. ضعيفة معنى من من مالنزاني كاتل بانديس ما شهدووش النسبة هذي. والتضخم اللي خايفين منه اللي هو المصيبة اللي يحاربوا فيها عندهم عام ونص جميع دول العالم يرجع الارتفاع 6.7% وحنا اليوم وصلنا تم دول اللي حربته وصلت 4% وقال تتوجه للهدف المنشود بتاعها اللي هو 2% 2.5% 3% وهذا شيء يكلف عنده توكلفة نوكلنا ينقص بالحساب يجيب 300 مليار معناها من الدولارات ينقص من البي بي مونديال من الانتاج العالمي هذهم 3 فرضيات اللي يخليوا أسعار النفض ترتفاع بين 4 دولارات إلى 64 دولار في 1 ويخليوا الاقتصاد العالمي نسبة النموم وتنخفض توصل حتى الـ 1.7% إذا كان الفرضية الثالثة وصلنا لها حتى الفرضية الثالية تدخل معناها حزب الله في السراعة ذايا ونوسته بين التسعين وبين المئة دولار للمئة خطر يولي كان تدخل حزب الله يولي مؤشر اللي يكونه تنجم حتى نبعد إيران تدخل في حرب ونوالي ينمشيوا مباشرة للحرب المباشرة وهذا يبت باعة الحال لفت لمئة دولار عنده انعكاس كبير على الاقتصاد التوسي واقتصاد جميع الدول العالم ونحن اقتصاد نتعرف اقتصاد هش وماليا دولار في البرميل يأثرف الميزانية متانة ويأثرف الميزاني للدفوعات ويأثرف التوازن الاقتصادية الكبرى متانة هل دي ما دي ما أقولوها برميل دولار زايد يكلف لنا 120-140 طاو يحكي ومليار على الخيران في الميزانية ان شاء الله ما نوصلوش تفرضية الثالثة هذية بتالحرب لأن اليوم بين إسرائيل وبين حماس وبين خصوص بين إسرائيل قادرين يحاولوا باش الإيران ما تتخلش في الحرب لأنه هما ثم اليوم ثم ركود اقتصادي عالمي كبير حتى الطلب نقعد ناقص في الصين علش انت اليوم تاع سعر البرميل لأنه مو ثماريسيسيان ويكون نمي كبيرة في العالم دونك خليت الطلب على النفط مع دونك الهدوه النسبي هذاء خلاوها يسهل يوم 79 دولار تحت 80 دولار وهذا مؤشر بم يساعد بعض الدول كما تونس والدول اللي المستهلكة والاقتصاداتها معناها تشكو منات صعوبات وحتى أوروبا أوروبا بتنسيها شراء خارجة عمناول من أزمة كبيرة هي أزمة الغاز تتذكر وقتها حرب الأوكرانية وقتها عملت روسيا عقوبات على ألمانيا على الغاز كانت معناها مشاكل كبيرة هذا شي خليني نطرح نطرح سؤال برشة ناس تتطع فيه قولك عليش العرب اليوم دخلوا في حرب مع أسرائيل ما يستعملوا سلاح النفط كسلاح ولا كورق ضغط ولا كعقوبة هذا هو وصال تم استعمالها في السابق لأن الظروف كانت سانحة بشي تتم استعمالها اليوم الدول هذه المستهلكة للنفط فهمت وخذت الدرس وعملتها كالستوك استراتيجيك المتاحة في الأثناء لا يعيش بفاجئة اليوم اليوم السوك استراتيجيك في أمريكا يرجع فيهم الـ 580 مليون برميل الناجين تضخها في كل عادة وقت صارت الحرب اليوكراند دخلت بايدن ودخل استعمل السوك استراتيجيك متاعه ووفر أمدادات النفط في السوق العالمية وخل الأسعار ما ترتفعش بطريقة اللي كنا ننتظروا فيها اليوم العالم ما عاشتش متفاجعه اللي أنا عنده السوك استراتيجيك متاعه وناجي بيدخل التعديل بها السوق ثانيا للسهليك متاعه في الطاقة ما عاش مابني كله على نفط سياحة نفطي مثل نسبة كبيرة في الميكس انرجيتيك لكن تنساش الطاقة البديلة اليوم الطاقة الخضراء اللي كلهم ماشيين اليوم في البناء انرجيتيك متاعهم تلقاهم ماشيين حتى الـ 45 ثم 2050 حتى 50% من النتاج الكهرباء يجي من الطاقة البديلة بتشوف الناس هذوم وكذلك العنصر الثالث اللي هو زر المهم اللي الدول هذي الشعوب متاحها دخلت والمؤسسات متاحها في كان ساميوك السوبرية تي ينرجيتيك شمالة سوبرية تي ينرجيتيك معناه ولاوا يعرفوا كيفاش يتصرفوا مع أزمات الطاقة هذي سواء في تغيير سلوكهم سواء تغيير الأشياء اللي استعبلوها لاستهلاك الطاقة فمتما عاشي ساكل الماشين كي ينصم بلوس دينرجي فمتما والمواطنين متاعهم ساهم وزارة بسلوك وماذا شوفت انتي عمنا معناه من انخفاض الفاتورة متاع الطاقة في أوروبا 20% منها جاي من تحسن سلوك المواطن الأوروبي معناه يعرفوا ثم أزمة دونك خافوا ورجع دونك معاشي حل الشفاج كما قالوا له موعدوا كل شي غير نوع من السلوك متاع وخلنا الفاتورات دونك اليوم مش نحب نقول لك نحب نقول لك اليوم بسلاح النفط مش معناها هو كستعملوا كسلاح ولا ردع هجوم عسكري ولا واحد ما عادش لكن مش معناها معاشو ترتفع على عسعار النفط إذا كان الحرب تصير هذية دونك تولي حرب مباشرة في منطقة حساسة منطقة بالشرق الأوسط اللي فيها الدول القليج واللي دول منجر نفط وفيها مناطق عبور بتاع النفط بريك مو عشرين في المائة من معناه اليومي يعني استهلاك اليومي للطاقة يمر من هرمس من فهمت من ماذيق هرمس لك لذا كذلك يأثرف الواحد إذا كان المنطقة تدخل منطقة الانتاج تتمس ويدخلوا عناصر مثل حزب الله وعناصر معناها الأخرى الشيعة والحناصر التابعين إيران واللي يضربوا معناها الانفرستركتور متاع الدول هذي كان وقتها ترتفع على سعار النفط لكن أسبابها تكون أسباب يعني عسكرية أسباب معناها تدخلها فيها عملية معناها توفير معناها إمدادات معناها كبيرة من النفط خلينا أحنا في الوضعية هذة وهذا ما يساعد ما يساعدش الدول باش توصل للأسعار للحرب وتوصل للأسعار هذه المرتفعة وتكون عندها تأثيراتها كبيرة على الاقتصاد العالمي اللي هو خايف السؤال التي تترح الأسبوع هذية نقرة فيه معناها نشوف العالم المتقدم العالم الغالب عليش يفوتنا موش أذكا مننا لكن يلقاوا ديما معناها الفرصة باش يفكروا أكثر مننا معناها في معتمر الدولية جاء وعملوا عاملوا صنداج للخبراء العالم الموجودين في معتمر عالمية في الأمور المليئ جاء وسألوهم قالوا شنو شنو أشيال تخوفك انت كان مستثبار أجنبي شنو أشيال تخوفك شنو عتيني أهمل العنصر اللي هو جو سياسي جو سرتيجيك بتعرفش علي أنت ندر عليك حرب اليوم في أوكرانيا حماس بتعرفش علي أخذيك إيران بتعرفش علي عندك ستين معناها موجودين في العالم تمسين موجودين في العالم نحكيوش عليهم في أفريقا في الأمريك في فهمت هذي العنصر العنصر الثاني والتضخم وتعرف تضخم أسبابه إذا كان ترتفع سعر اللفط من بين الأسباب الأساسية خليه التضخم ارتفع في أوروبا وتضخم أكثر باش تجيبه وقت ترفع بسعر الفايدة بسعر الفايدة في الأسواق العالمية ما تحبوش ما يش الأسواق اللي تفرح بي يضرب الاستثمار يضرب الاستهلاك يضرب كل شيء فلهذا العنصر الثاني اللي خايفين منه هو التضخم التضخم التواصل العنصر الثالث إذا كان يدخل الاقتصاد العالمي في ركوت يدخل الاقتصاد العالمي من الناس المستثمين في الأسواق العالمي تجبد فلوسها وتتردد وتراجع المشاريع الاستثمارية متاعها وزيد هذا يعمق الأسبب والعنصر الرابع اللي سالون في السنداج اللي يتبعوا فيه هي عملية الاستثمارات في الطاقة البديلة والطاقة الخضراء معناها ينظرها العالم ماشي وانا مش في الاستثمار هذا لأنه ثم اليوم يقول لك يزمك على كل دولار تستثمر في الطاقة الحفورية في النفط وليس تستثمر أربع دولارات في الطاقة البديلة بيش نجم تحذر له كل مستقبل يكون مستقبل مستقبل أفضل هذا معربع علاقة صارة كبيرة تخليه اليوم المدخلين في الأسواق الاقتصادية العالمية تخليهم يتبعوا شنو اللي يصير في العالم الجيو السراتيجية وحسرة في المائة ديما تزيد من أسباب هدايا الجو سي 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 فلهذا يقرأوا الحساب التضخم يقرأوا الحساب لاريسي سيوم قادر يقرأنا في حساب هذا الشيء في العالم وأحنا نقرأوا في حسابنا نقرأوا في حسابنا نقرأوا في الجيو بوليتيك نحو شنو نقرأوا في شنو التأثير هتعلينا وعلى اقتصادنا هذا هو هذا هو شوف نعيش كعديد الدول لكن عندها خصوصية تونسية نقرأو أزمة موارد أزمة عرض لأننا مشكلة كبيرة برشا ل lentك أزمة في الموارد الطبيعية متاباتها لطنك بتشوف هنا لعننا ماء لعننا بترول لعننا غارس لعننا فلاحة لعننا موافلاحة ل homo أزمة في الموارد الطبيعية متاباتنا لعنها شحة في العرض شحة في توفير هالموارد هالطبيعية هذي هلا يوم كنا نجمو أفضل ما نصلوش معنا الماء حاجة تربي أما البترول والغاز والفلاحة حاجة نحن مش حاجة دكور دي ما دقوله سياسة الدولة لكن سياسة الدولة وشوف وين وصلنا وعندك مشكل في شاحة السيولة اليوم السيولة النقدية في القطاع البنكي في البلاد نشوفه البنك المركزي قاعد يدخل قاعد يوفر في السيولة ياسم البنوك يجب أن البنوك تعيش وتجب أن تتمول الاقتصاد وتجب أن تتمول الدولة إلى ذلك iyنا زادتى كذلك مشكل في الموارد هذه هذه رقم يتم قدره على توفيرها لكن يعتبره مشكل من المشاكل في توفير الموارد هذه احناclick مشكل كريس دافر كبيرة جايتنا وعند ذلك مشكل زادتها في شاحة باناها البرامج في القض Per القدرة على الإستنبات مشاريع جديدة قدرة على إستنبات خلول للخروج من الأزمة اللي أعنا فيها زادت سيتيني كريس الحقيقي Hey tuoi ¿le you believe I will you or you let me ساعة يقولون برب يزيهم التشخيص لديك تقول لي يزي من التشخيص. ما نجفنا تيك حلول أنا كان مشخص التشخيص متاع عمنا والمستشخيص متاع السناء لأن العالم قاعد يتغير. احنا تغير ناشي مع العالم اليوم. احنا للأسف جديدك شوفها لاثناشن مليون. احنا تغيرنا شوية للاسوأ خطر الاقتصاد التونسي كان خير شوية. كنا نخلصوا قروضنا واحنا مرتاحين اكثر من هكا كنت عنا سيولة كن فاما موارد مالية حتى خلق الثروة والاستثمار كان شوية خير من هكا. صحيح وكان عنا شعب يخدم خير من هكا وكان معناش الفيسبوك اذا عدي فيه نهار كامل وكانت معناش السوق السوداء وكانت معناش مرشي باراليل كيما تويكا. معناش منظومة متاعي استهلاك ومنظومة عايشة جديدة كيما خلقناها اليوم بعد الثورة برشة اشياء تغيرت وحتى في سلوكياتنا. نحن احنا شنو المشكل قلت لك السياسيين متاعنا كان عنا عنا قصور في استنبات مشاريع تنموية. همهم الوحيد ما كان ما كانش معناها المشاريع التنموية همهم الوحيد كان الكرسي وهمهم الوحيد كان الحكم وكل السلطة وكل وقت كانت عنده تصور كيفيش نجب تكون المجتمع عنده وبروجيت سوسيتي متاعه. شفت النهضة كان عندها بروجيت سوسيتي متاعها دونك مبدي على الاقتصاد الإسلامي إلى غير ذلك. همهم بعد جاء الباجي قاية السبسي ونمرس كليل من النظام السابق معاه دونك جيبوا مناكم المشروع شفتها كثر فيها الفساد وكل شيء. وكانك نجي تقول لك معناها الاسباب السياسيين وكان نتقسم نعطيهم معناها مناسب وسهمتهم في الوضع هذا. نحن هكذا نحن نقول له خمسين في المئات لنهذا ثلاثين في المئات التي قاعدل ليس بسيبسي وجمعته وعشرين في المئات باقي الأخرين اللي شدوا سلطة ليقادعام وليقادتين وليقاددين هذوما. هدوما هما هم هم. هم. هذوما بالنسبة عجلية حادم الاستقرار لشكل كلو جاي. خمسين، ثلاثين وعشرين مقسمة بنا هذاوما. الناس هذو ما حملوش مشاريع تنموية حملو مشاريع سنة. حلموا الجامعة. اشترهم كانوا في الجامعة. على نعرف برشة منهم. السياسيين اليوم طرفين في البلاتوات اللي كنا نتسنطو فيه في الساحة الجامعية في تونس في ثمانية وسبعين اتقلت الجامعة في سبعة وسبعين ثمانية وسبعين ثمانية حضرة ثمانية واثمانية اثنين لغاديكة هالناس هذو ما كانوا في حزر صقرات وكانوا في البطحن تلك الجامعة. هل الخطاب اللي تسمع فيه اليوم الناس صغار لي عمره عشرين وربعين سنة ما خلطوش عليه ما يعرفوهش نفس الوجوه هذيك بنفس الخطاب ونفسك الافكار ونسهم الحلم اللي كان عندهم فهمت وليه اليوم يعود يترف فيه مش كل يوصل للسلطة وقعدين معنا يمارسوا فيه وقعدين يحلموا بكل الحلم هذيك يحبوا يحقوه ما يفهمو يفهموش اللي العالم اليوم يتغير واللي يراوا افكار السبعينيات معاش افكار اليوم الفين واثنين وعشرين والفين وخمسة وعشرين والفين وثلاثين الناس تخترت الفين وثلاثين خرجنا للعسف شديد قعدنا محصورين في هالمنظومة السياسية هذية اللي منظومة رافضة تماما معناه المشاريع التنموية ورافضة كل عملية اصلاح رافضة كل عملية بالدرجة مش تخلي الوضع الاقتصادي بتاعك اليوم تعيش في هشاشة كبيرة عندها تأثير اللي اسمع البارح طو في محافظ بانك المركزي خرجوا قطبوا لساعد النواع بذي اللي يهجبك لنا ما نمخبين حد شي احنا. احنا ما نمخبين شي. عليهم انا بقول شي ولا واضع. حتى ويكالت فيتش حذرت من 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 مخاطر السيولة. حطو نقول لك عليها حذرت من مخاطر السيولة لكن طو نقول لك عليش تحذير ذاك الفرق بين تحذيرك. تو شفت هل هل ناعي كسرين ما كانش عنا سياسات اقتصادية وارحة. وكنت انا شخصيا ماركو الواحد يحكي على روح وطو ايلي تاو دو فارسان بينا واحدة سو ناجي تاو دو دير. شا عملت بلادي انا شعطيت. معناها منذ سنوات كبيرة ملول مجتمة الاقتصادية والاجتماعي لليوم للمكادة اللي انا فيه. مررت بالهال الغرف الاستشارية متاع الدولة. الكل امر ريت بها. كنا قدموا في حلول. انا ببعد في الفين وحداش وفين وثمانتاش قلت الهدف متاعنا الولاني رجعوا نمونا اقتصادي. فاتر فنير لك انا سوز ايكونوميك. كل شي مسجل. هوقف في يوتوب سجلوا في اللي هو بدو كهيكل. كان فيه نقاشات حادة. المجتمة اقتصادي وكان فيه اختلاف حقيقي. تسمع الاراء لكل المعارضة والسلطة. حتى كان. سمحني حتى اهران تاني ش كنتم اقول لك. ها ما يصيرش خنا نقولها خنا نستسمع. شوف معناها بالتجربة هذية. المجتمة اقتصادي الاجتماعية. كيجيت جاي معناها الاسرة امتاها في عائلتي يقولوا رد بالك شا تقول. وصليش يتوى المستوى هذة. وصليش يواحد خارج. قبل نمشي وفرح قلبي وقول اشتمه وما ثماش. على الجانب الاقتصادي في مجتمة الاقتصادي والاجتماعي. في غرفة استشارية. يا سيدي انا اقول لك اليوم اعملني غرفة ما تخلينيش نخاف. ما انت مع ما تلاحض شي. لكن ما تخلينيش نخاف. الهاجز بتاع الخوف اللي ولا عندي اليوم. انا كمفكر تونسي معناها عديد عمري في الاقتصاد التونسي ومعناها في هالغرفة الاستشارية. اعتيني مكان نفكر فيه. اعتيني مكان نعطيك فيه اراي. اعتيني مكان نعطيك فيه ما بدائل للخروج بالازمة هذية. راي ما تروحها. اه. اسمعني. اسمعنا احنا توانسة. ما ليش ضحية. وهنا نجب نكون ومعنا احنا طرف معناه باش نعطيه كل حلول للازمة. انا شو نقول? اه. نقول للسلطة السياسية اليوم اللي انا نحنا نظام سياه رئاسي اليوم. السيد الرئيس والانتوراش متاعه. ورئيس سيد رئيس الحكوبة للحييين الزميلة. نقول اليوم هالنخبة هذية ما تخليه هيش من طيشة متخليش من فرتها. لموهم. لموهم لكلنا نحب واحبوا تونس هرهو. ما حتى حد نالوا مولو بول باش حب البلاد هذية واحدة وعندة حب تونس والوطن حق رعليه. كل واحد طريقته كل واحد رأيه وكل واحد افكار واشو الفشكلة بنختلف. انا شو قولك انت اليوم انا الشيء فهمت من برنامج الرئيس. تطهير الاطارة تفضل. الادارة تفضل. مم. هلنس كل معك. مم. العبثين هذو ما والي عبث. اللي ما عندوش شهيدة. اللي ما عندوش مستوى. اللي ما يخذ بلاسه ما يستهلهش. النس كل تحبه ويتحاسب. النس كل. انا اقول تطهير ادارة. اقول الحاسب. نظف. نظف انا معك. بالعكس انا يساعدني. ايكونوميست. انا كنت نظف للادارة. نجي نبعد. نجي انا بعدك. المرحلة الثانية. شو مرحلة ثانية. شو نعمل? بش نعمل? اعادته اهيل لادارة. تذكر في العهد السابق عملنا اعادتهي البرنامج. اعادتهي الادارة. ومجاح البرنامج. وعملنا لسبب نوم Tammy 6 في المية. هالادارة اليوم هذي انتي في المرحلول اللي بديت فيها. بديت دوقن في مرحلة تطهير الادارة. وضربة العابثين. ايما مزيد. مزيد تعملت ايما. انا صرف فكر في اللي طاب الثانية. لطاب الثانية. انا نسعب. بيش تنجح نسبيين في المرحلة الأولى. وهذه الصعوبة. خطر تطلب مكانيات بشرية ومكانيات مادية. الحرب طوري قيم بها الرئيس على هالإدارة اليوم وهالصعوبات اللي موجودة وهالناس اللي عبثت بالشعب والغير ذلك. رأي تطلب أولا جهد وتطلب على موارد بشرية كبيرة مختصة وتطلب موارد مالية وتطلب وقت زينا كذلك. باش كنشي هنا بعد الاقتصادي معكم ممتوه نلقى نلقى إدارة تسمح لي كوش نحط البرامج المتاعي تكون أكثر وتخلي البرامج المتاعي تمشي وتنجح البرامج المتاعي. فليهذا فكر في بعد المرحلة هذه اللونانية ونسبة نجاح متاحة توقيسها من الاخر سنة الفين واربعة وعشرين نقيسه نسبة النجاح هذه الحرب على الإدارة ونشوفه بعد شنوه نجمه نجمه نعم نطول لكن الحلول راهي موجودة. نرجع لك من فوتش للحديث محافظة البنك المركزي خرجوا قد قدم 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 عليها للوضع قدم عن طريق الأرقام معناها قدم جدول كامل فيها شاشة كل معناها المواشرات الاقتصادية. هذا ما يخيب على حتى حد. نوكل عجل في الميزانية نسكن تعرفوا. وثلاثة سنوات قريب يصلوا ثمانية في المائة سبعة في الفاصل سبعة في المائة. وهذا يخلي ندى بالميزانية نحكيش نسب النمو ضعيفة. أقل من واحد. نسب النمو. أقل من واحد معتها سفر فاصل. سفر فاصل. ما عشف نحكيه وليه نمو. كنا مش نحيش بلاد بغير النمو. حتى الميزانية الجاية اثنين فاصل واحد نسبة. باقي دي ما سعيب تحكيه. سعيب تحكيه اللي نسماش برمش. نمو. النمو ما هوش فكرة تتقل في القطويت. النمو مش فكرة ولا شعار. يزي منستفهم. رأوا. ماش في الاخر تقوله. كماش بترجحها لاريشيس. عندك سياسة انتي معنا قطاعية. اليوم نبدأوا بحاجة. انتي عملت بورشاعة لمنظومات الانتاج متاعك في تونس. ما عملتمش. انا نقول لك اعمل السياسة قطاعية. وراجعة مظومات الانتاج. هذا العنصر لولاني. هذا العنصر لولاني. ويعادة هيكل. ما عملية انتي وزارة السيادة في تونس اليوم براتيك مو ما غير وزارة. ما عملية. طيب وزارة الصيناء ما فياش وزير. ما فياش كتب دولة. وزارة التاقة ما عناش عتى كتب الدولة للواحد. ما عنا كان الفلاحة براتيك مو اللي عندها وزير. اما المعناها وزارة السيادة الاقتصادية اليوم يزمها برامشة. وزير التنمية. هذا ثانية مرة معناه ناحية وزير التنمية. التنمية معناه اللي تعمل بلان بالديبلوبمون ايكون اميكا متاعنا. واللي تشرف راو اكبر وثيقة اقتصادية تفهم بها اقتصادة تونسي هي الميزان الاقتصادي موش الميزانية. الناس راي مش فهمها واللي لا اسف شديد راو نسمح لي مش واحد ينطق راو راو الساسعات في البلاتويت تشوف معناها الناس لا علاقة لهم بالاقتصاد يغلطوا في الرأي العام يقولوا في كلام غالطة الرأي العام. راو يزم تفهم راو الاقتصاد تقراه فيه وثيق تلقى فيه معناه المواشرات تلقى فيه معناه لما انتها تلقى فيها يد الدولة. الميزان الاقتصادي. الميزان. ليه ليه وقت لي وقت لي تلقى مسؤولين يتم غلطتهم. اصحاب القرار يتم غلطتهم. فما بالك بالرأي العام. اي حبيت انفصل لك انا مش معقول. المسألة حساسة وعلى غاية مناء الخطور. يلزم المواطن اللي ثقاف لا ثقافة اقتصادية بعد الطورة. يا رسول ان ثقافو ثقافة اقتصادية صحيحة. انا دي وش ثقافة اقتصادية متاع ارقام. قال له شو نقلة في الارقام. لا الاقتصاد موش ارقام. الاقتصاد موش الاقتصاد افكار توجهات الاقتصاد ما انا يتقرأ في الجامعة فانتي معنا يا ناس مختصين تبع شقال يدور في العالم معنا ما تتطلب معناها امكانيات معناها كبيرة فكرية كبيرة. مش الاشيي. نرجع للمستوى ندخل للقطاع النقدي. إذا كان الميزانية متاحة. الدولة يجب أن نتموّل. ليس يتموّل دولة. ليس يتموّلها من الخارج. نشوف اليوم عنا صعوبات طويلة من الخارج. عنا مشكل. الناس كون تعرفوا. مش لنجب أن نعاودوا مع صندوق نقد الدول. عنا مشكل الخروج لأسواق العالمية. عنا بش نكملوا ميزانية 23 عشر مليار دوائد. نجيبوهم من برّة. معناها الدينار. نجيبوهم من برّة. مش عارفين مين يجيبوهم. لدينا مشكلة لأسواق العالمية. كنت مقالة. مقالة القطاع الداخل. القطاع البنكي. القطاع البنكي. بالخصوص البلوك العبومية بتاعنا. قاعدة توفّر هنا في السيولة اللازمة. للدولة. توفّر للأسف. أي شنور مخاطر. في عام 2015. شنور مخاطر على السيولة. على القطاع برمته. هاو جيوا للمخاطر. هاو جيوا للمخاطر. هاو جيوا للمخاطر. Sir. والمخاطر كيتموّل. مش مع لو �ماش مخاطر. هم. كيتموّل بالدينار البنسيية. بالأمن المحلي. اقلنا المحلية. أقل المخاطر. نفسلك.ыми الله arts program will operation. إنتلي 깜那就ك. إنتلي قولّك إرتفاع المنسوب. معناها إقديم البنوك لتمويل بالدولة والمهquestات الأممية. كنا في العشر مليار دواغ. تلاتة وتلاتين مليار. سنغلت النز版. توفى سي ساتي. شو نحب نقولك؟ انتي وأنت يقولا يرئب�re منسوب المياه وتمتعد من منبقها. يقول لك معه ونزمت الحذر. اقبل كانت ديما الكلمة اللي عندنا. يقول لك انقاطعت حركة الورور. لكن ديما يقول لك ويمكن المرور عبره يعطيك حل. معه ونزمت الحذر. انا نقول صحيح. المنسوب متاع اقبال الدولة ومؤسساتها على القطاع مرتفع. مم. مش مثلا مش حل. ام. شو قل لك الحل منين. الحل موجود. لكن مع ملازمت الحذر. مع ملازمت الحذر لان نجم يكون عنده انعكاس كبير. لقدر الله لقدر الله. لقدر الله سيب بروابيريت ايفا برشا. وقت يقول لك توصل للدولة معناها معاش تقليد قادر عنها بش تخلص الدولة. وقتها المؤسسات متاحة وهي تضرب قطاع بمانكي كامل وندخلو فكتير سيستميك وهذا ما يسيرش. ما يسيرش. هي ما بدتش تخلص عندها مدة وقعدت جدولة. ايشو قل لك. تخلص معتها في القروض الخارجية. اما الداخلية مش قاعدت تخلص. لاش كنت مش قاعدت تخلص. من كيفاش قاعدين عايشين البنوك. شوف ماذا ما بدين ببنوك قاعدين يخلهم مع الدولة. معتا معتا المعلومات الي قاعدت تخرج انه قاعد يتم جدولة الديون بتاع البنوك الداخلية مش قاعدة الدولة تخلص. موش جدولة ديون. تعليق اليوم. سيولة من جهة. تمشي تعبطي عدد تمويل متاحة في عن طريق البلق المركزي. مرة في الجمعة. تعمل تمويل متاحة في السوق النقدية بين البنوك بين بعضهم. تعمل تمويل متاحة في السوق المالية. تعمل تخرج بشكل تلمي الفلوس. وعندها الرسمان متاحة. وعندها انك مرابيح متاحة تحطهم دوك من جيد تخدم بهم. دوك ديما عندها دوتر روزع الالترنتيف. دوك عندها دوتر موجودة السيولة. نعطيك مثال بسيط. انت اليوم عند الدولة تطلب التمويل معناها القروض حتى تعمل هيك تلقى. تطلب مليون يجيب ولزوز. معناها ثم السيولة موجودة في البلاد وقال تمشي. مزالت اللي عندها ثيقة لعبات في الدولة. مزالت عندها ثيقة في الدولة. دوك الثيقة دي ما تفقدتش. كل ما خرجت الدولة وطلبت معناها نسبة معايدة من السيولة الا وتحصلت عليها. معناها السيولة موجودة. سوى البنك المركزي يوفر باي طريقة. واحد سوى البنوك توفر. دوك السيولة نزلت متوفرة. الضغط على السيولة هو لمثال خطر. ايوه. المخاطر جيه وقت ضغط على السيولة. وقت تولي معناها نسبة كبيرة موجهة كانت للقطاع الحكومي. ومثال مش نية اصلاح. مثال مش نية اصلاح. ولا احنا ما نقولوش ما نحكموش عن نواية. نقول تعثر بردامش الاصلاح. اه. تعثر بردامش الاصلاح. يجبنا نفكروا في عملية اصلاح. وقت نصلحوا المؤسسات العمومية متاعنا. ونصلحوا الميزانية متاعنا. ونعارضوا نبنيوا ميزانية جديدة. مهيكلة هيكلة جديدة متاع ميزانية تسمح لنا باش نخدم الوضع اللي احنا فيه. ونقبلوها. لان القرار قرار سياسي اليوم. ما عادش قرار اقتصادي. اكيد لك تطلعت على الميزانية جديدة. تمشي مع 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 الاهداف هدومة وانه ميزانية تتماشى مع الوضع بالضبط بهدف الاسلاح. الاقتصاد للأسف الشديد اولا وانه التكويني بلانيفيكاتور معنا في التخطيط. اه عيش كل يوم ويوم. كل عام وعام. ام. طبش تحكي لك اذا اربع وعشرين انا في تلاتة وعشرين حتى حتى نسكر ميزانية تلاتة وعشرين. طبنا عباك نسكر ميزانية تلاتة وعشرين. انا عايش كل عام وعام. كل مرة هي ازا مات تجينا من بره. صدمات من بره. جينا صدمات من داخل. تشوفوا اليوم المواتن ما عاش عنده ثيقة فيه. حتى في روحه وقتا نمشيك في الشارع تاوتار ذاك الناس. ولو دوبا الاعلاميين. الناس اللي معروفين ذاك في الاعلامي يسلك المواتن. يقول لك بربي شنو امورنا اليوم. اه يبني يسير فيك تحسوا حاير. تم حايرة كبيرة اليوم عند المواتنيين. عن الوضع الاقتصاد يمتاحهم. زعمة سلكوها. هذيش قاد يقول لك المواتن. زعمة تتحسن لامور. زعمة كيفاش معناها مع بعضنا نلقاه حل كنسمة مع بعضنا نلقاه نلقاه حل البارح فيتش تحكي على السيولة وتحكي على مخاطر السيولة سحيح بي تحكي على مخاطر السيولة وتحكي معنا شيئا بروبليما نقول لك لأنه تحكي على خسائر تتكبدها البنوك للحفاظ على استقرار تحكي هي التطور اليوم على إقبال الحوض الدولة والمؤساة العمومية على القراب من السوق الواحد إذا كان تواصل بالطريقة هدايا يقول لك فرضيات من الفرضيات اللي تنجم يعني قلت لك أنا ارتفاع النسب هدايا يخليك دونك تفكروا ديما هاليكونومي دبيول هدايا ستخي موفي فالاقتصاد فمتا ستري موفي دونك يفولو براندرو سوليو شو نقول لك أنا ديما كل ما نعودها أنا نقول سبا سي سيريو وإذا كانت تبدأ حاجة سيريو فنتي تخطبا سا دوين غراف أمو مش كل وين فمتاز هذا يخوفني هذا يخليني اللي يخليني اللي يخليني يخاف لكن السيونة مدام بالدينار التونسي ودام بالواحد وكل شيء مش مالية تسالف كي ما تحب بيجا تدقوا البيب ويجا تفضل الواحد وكل شيء ديما يأتي الحلول موجودة أسهل من الحلول القاوة برا لكن ثم مواشرة تعمل خاطر علش نطمن الناس المناس اللي أنا رد بالكراو القطاع الباكي بورقب بالتراف البنك المركزي ما هيش معناها كاسة محلولة ولي دقوا الباب ويتفضل يقوا فلوس ويمشي ولا البنوك تمول معناها للموسات اللي جي لا لا تتوك جيتو البنوك العمومية ذاكم يسميهم لي باقديلية للي للتبعين الدولة لانه هي مواسل البنوك بالبنوك الدولة فمت دونك الزانتو بريز دونك 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 ثم مانا كنت خامة بناتهم دونك دونك تزا تمويلا إلى غير ذلك لكن مش تمول قد ما تحب بنتي ثم ديراسيو تراقب فيهم البنك البنك المركزي وإذا كان تقع مانا اختلال البنك المركزي يعلن عليهم ماخرشي محافظ بنك المركزي يتكلم ويعطي مواشرة تكاك على قطاع. شي يقول كي تقرأ الرسالة متاعه محافظ بنك المركزي بالارقام اللي اعتاه وعده كل شيء. اي شي يقول له كي ما قلت لك المنسوب متاع الاقتراض راو ارتفع. ما هو شبهي الاقتصاد. ما نجموش نواصلوا في الطريقة هداية. دوق يرجع يحمل المسئولية ولا يخد الكورة عند السياسيين وعند رجال الاقتصاد وعند الوعد. يقول الحل راو يبدأ من غاليكة بعملية الاصلاح. باش نجمو. كانش باش نواصلو. تراكم هل 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 عجز هدايا اليوم في هل طاش نسنايا ورابعاتها. ما حدش ينجم يهزنا. الطريق معناها في سيول وطريق فيها 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 سيكيروتي. دكتور نوري توا فما نقطة ما ما نجمش نختم معاك ما غير ما نجبدلك عليها. هالايقافات اللي صايرة مؤخرا في علاقة بالصلحة الجزائي. نعرفوا مليح انو عنا ازمة سيولة وعنا ازمة موارد في تونس. اللي تعبئت ما متى موارد الدولة. آآ ما حسب رأيك او قراءتك للإيقافة هدية ولي هاللجنة العمل بصفة عامة بتاع لجنة الصلحة الجزائي في ايجاد حلول مع رجال الاعمال اللي عندهم قضايا. ولو اني انا ضعيف في السياسة برش. ام. ما نحبش تهتم بالليش. اما في عريقة بالاقتصاد. موشي. 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 ما نحبش نعطي يا رايي. مش ما نحبش نهتم. لانا كان مواطنيا دوق نسمع. واحد واحد وكل شي. آآ الليلها لله محمد رسول الله سوال آآ انفجأتني بيه لاني ما نيش بحذر له معناها. امم. الصراحة الجزائي. اللي باش يجيب خلي يجيب. امم. ما يفلوس داخل الدولة. اما ما يكفيش. ما يكفيش. اي. ما يكفيش. كيف انا موسيطة للهلية. شو نعم في الحلول شو المطلوب. شو ما بعدش انا وانا موسيطة للهلية الشركات هلية عمل شركات هلية مش تحل مشاكل توليس. امم. لك تخليها تخطب. اللي باشي تجيب تجيب. ما? الحلول. شو نوع المطلوب? اليوم في في توليس. اي. بتباعة رحال. مطلوب الساعة لقدو ما بعدنا ونص ما بعدنا. امم. تمش واحد عنده رحل سحلي واحده. امم. حتى حد ما يحب تونس واحده. بارسون نالو منو بول دو كور. امم. ناس كل نص ما بعدنا. البلاد مزلت فيها انا اهل خير. مزلت فيها الكفاءات ومزلت فيها ناس عندها تجربة في البلاد هذية. وناس خطبت كبرشة للبلاد. وناس معناها تحمل نفس الهموم كيفة كما يتحملها رئيس الجبورية كما تحملها رئيس الحكومة كما يحملها الوزارة الكل. فليذا انا شو اقول رجعونا غرف استشارية واسمعوا الناس باش تقدم لكم الحلول. وبالخصوص بعد ما تسمع الحلول تعادل التطبيق للانجاز. اليوم لبلاد ما عاش ناجم تصبر. الوضع الاقتصادي روضة هاش. ومن العام العام يزيد هاش هاش. وراه ومن حبوشي اليوم هكتشوف الخارطة العالمية كفاش قاعدة تتغير. وهكتشوف اليوم فراجمونتاسيون دي كونومي مونديال اليوم. ما عاش تارف روحه كون موجود. ما تعرف سروحه كنا الطريق كون مش تمشي له. ما تتعرفش نفسك معناها وين وين ماشي. روسي غرف. ما تقولش تستنى حتى تجيك الازمة. مه. استبقى الازمة. ما تقولتش يس convolutionي تجيك الازمة واستبقى الازمة.السياسة وحدها ما توكلش الخبز. مه. القوانين واحدها معناها الدستور ولا غير ذلك ما يوكلش الخبز. ينظم الحيةة العامة في البلاد. سحيح. الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد يلزمنا قوانين تنظمنا وتنظم الحية العامة في تونس. لكن لكن يلزمنا ننجو ونخلقوا الثروة ونخذوا الإعباد ويلزم الناس هذوما اليوم هلي ثيقة راي رويزم تعرف اكبر اختر فقدان الثيقة. ما نحبش نحك على المناق. كلمة مناق معاش تساعدني بش نستعملها. الناس فقدة الثيقة. اللي عندها في الوضع العام تحسها مخنوقة. مخنوقة مش معناه مخنوقة كما قبل احب يتكلم. لا ناس كنت اتكلم اليوم. مخنوقة في حياته. ما يعرش مغدوية عشنو ينتظر فيه. معناها شنين لين ماشي. شوف العالم قد يتغيرها. وين هو عنده الامكانيات باش يجابها الصعوبات هذه ولا عندوش. انا نقول. ما نقسموش الحكم. الحكم ما يتقسمش. فهمت ما الحكم ما يتقسمش. لكن لكن زادة نقول البلاد هذه ولادنا صغار خرجت. بشيت باش تخدم الدول للاخرى. انا خيرنا اعطيناها لغيرنا. هي. لكن اللي يتبقى في البلاد هذه والي يخدموا البلاد والي ترباوا على الحس وطني كبير. فهمتني اسمعوهم. تعاملوا معهم. واضح سي نوري. شكرا لك يعطيك الصحة. ان شاء الله في اه فرص اخرى نزيدوا نحكيوا اكثر اقتصاد. ام.